برضو لو حركت دي تكلمنا سوز ماهر عن ليه يستخدم هذا التعبير السنين التي أكلها الجراد السنين التي أكلها الجراد لأن الجراد لما بيجي يأكل حاجة بينهيها تماما بينهيها تماما ما يخليش فيها حاجة يعني الناس اللي بتزرع عارفة الكلام ده هو لو أي محصول جات عليه الجراد أو جاء عليه الجراد بينهيه تماما يبوز المحصول يعني مش مثلا زي دودة صغيرة يتعالج أو كده هو لا بيروحوا واكل حتة من الزرع بيبوزوا كله فالجراد ده هو من الحاجات المؤذية جدا للزرع فالتعبير الكتابي سنين أكلها الجراد يعني سنين ما بقاش فيها خير خالص سنين انتهت تماما زي السنين بتاعت الساميرية قبل لقاءها مع السيد المسيح الساميرية قبل لقاءها مع السيد المسيح سنين أكلها الجراد خمسة أزواج مش ابعتش واللي معها مش جزها سنين صعبة جدا سنين صعبة جدا عدل بيها يقول السنين لا تكل الجراد الغوغاء والطيار والقمس والجيش العظيم الذي أرسلته عليكم فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب الذي صنع معكم عجبا ولا يغزى شعبي إلى الأبد من حياة الجوع لحياة الشبع من حياة الحزن لحياة الفرح من حياة الظلمة لحياة النور مش هقول كيف لكن كيف لنا إحنا أن نصق أن الله يستطيع وقادر أن يحول حياة الظلمة إلى النور والجوع إلى شبع بالإيمان ما قدمناش سكة غير الإيمان لازم نآمن بربنا كويس ونآمن ونبص الكتاب يقول كده هو تنظروا إلى نهاية سراتهم وتمثلوا بإيمانهم ده اللي حصل مع كل أباءنا اللي سبقونا إبراهيم حصل معا كده يوسف حصل معا كده أيوب أيوب محدش يقول أبدا أنه هو بعد العز اللي كان فيه يتدهور اللي حصلت له وبعدين يرجع له نفس العز دهوت وزيادة وربنا يعود عليه أضعاف أضعاف ده كل ده بالإيمان لازم يكون عندي ثقة في ربنا لازم يكون عندي إيمان كامل أن الله قادر لما نبص على خروج بني إسرائيل من أرض مصر البحر أمامكم والعدوة خلفكم ما فيهاش كلام ميتين ميتين حد يش يقول أبدا ولا يجي ببل أي واحد عائل أن موسى يتقال له كده هو تمد عصاق يتشق البحر والناس تعد لو إحنا حطينا في دماغنا وحطينا في اعتبارنا أن إلهنا هو إله المستحيلات في معجزة نقل جبل المقطم هل حد يقول أن الجبل يتنقل؟ لا يمكن لا يمكن جبل يتنقل ولكن الصلاة والدموع ربنا يستجيب على طول ثلاثة يام وكان الموضوع منتهي وده يدخلني على أن حتة الاستجابة جاية جاية ولكن ملناش إحنا كبشر في المواعيد يعني ملناش في المواعيد؟ يعني إحنا بنقدم الطلبة أو بنصلي من أجل حاجة معينة وربنا يستجيب في الوقت اللي هو شايفه صح طلبتنا ممكن تكون مؤجلة وممكن تكون معدلة مؤجلة يعني مش وقتها دلوقتي تخيل كده لو كان ربنا إده زكريا وقالي صباط مولود من بدري هل دوت اللي كان هيبقى أعظم وليد النساء؟ لا هل دوت اللي كان هيهيي الطريق قدام المسيح؟ لا ما كانش هيبقى هو يوحد المولودين قرى الله الزمن والوقت المناسب عشان يفرحهم ويفرح البشرية كلها معين شكرا so